الرحمن الرحيم المحاضرة التانية شوابة الساعات المعتمدة عربي المستوى التالت مادة اقتصاديات مالية عامة وضرايب دكتورة ايمان السعيد هنبتدي نكمل ضريبة على العقارات المبنية ومازلنا في ربط ضريبة يعني حسابها وكنا تناولنا العقار حالة ان العقار مستخدم سكن خاص للممول واسرته وحسبناها ونمرى به العقار مستخدم غير السكن خاص للممول آآ يعني مؤجر مسلا كسكن للغير واخدناها آآ ناقص بقى نمراجيم ونمراديل ليه نمراجيم العقار مستخدم مسلا عيادة طبيب مكتب محامي يعني الاغراض غير السكن ونمراديل حالة ان العقار مصنع يبقى احنا هنبتدي من نمراجيم عايزين نحسب الضريبة حالة ان العقار مستخدم الاغراض غير السكن آآ اللي هو مستخدم كعيادة طبيب او محامي مسلا في الحالة دي هنحسب الضريبة ازاي هي عندنا برضو ست خطوات زي الحالة الحالتين اللي قبل كده بنحدد اول حاجة القيمة السوقية المقدرة للعقار نمر اتنين القيمة الرقسمالية اللي هي بتساوي القيمة السوقية بستين في المية نمره تلاتة بنحسب اجمال القيمة الايجارية المقدرة اللي بتساوي القيمة الرسمالية في تلاتة في المية نمره اربعة بنحسب صافي القيمة الايجارية اللي بتساوي اجمال القيمة الايجارية في تمانية وستين في المية وده اول تغيير عندنا كان قبل كده بنضرب في سبعين في المية الحالة اللي قبل كده اللي هي حالة اغراض السكن للموارد واسرته كنا بنضرب في سبعين في المرة دي بنضرب في تمانية وستين في المية لان ده اعراض آآ غير السكن آآ نمره خمسة بنحسب وعاء الضريبة اللي هو بيساوي سوف القيمة الايجارية برضو بعد الاعفاء زي الحالة اللي قبل كده بس الاعفاء هنا مختلف اللي فات كان بنخصي ماربع وعشرين الف جنيه اللي هي اعراض السكن الممول واسرته اما هنا الاعفاء الف ومئتين جنيه بالزبط آآ ونمره ستة بنحسب الضريبة اللي هو بتساوي الوعاء في عشرة في المية سعر الضريبة عشرة في المية الوعاء هنا اصاف القيمة الايجارية بعد الاعفاء بس الاعفاء هنا الف ومئتين جنيه وبالتالي عرفنا ان فيه تعديلين مختلفين عن الحالة اللي قبل كده ان آآ اجمال القيمة الايجارية ضربناها في تمانية وستين في المية مش في سبعين في المية دي اول حاجة نمره اتنين آآ الاعفاء الف ومئتين وليس اربعة وشرين الف زي الحالة اللي قبل كده آآ ناخد بقى تمرين على الحتة دي يمتلك احد الاشخاص عمارة مكونة من تلت دوار كل دور تلت شوء متمثلة وبترخيص عمارة خدمات ادارية يعني مكاتب اتحدد قمص وقال الشقة الواحدة تمنمية الف جنيه المطوب حسابة ضريبة العقارية في هذه الحالة ممكن يتحل تمرين زي ده ازاي؟ بيقولك لو العقار مستخدم لاغراض غير السكن آآ هنبتدي نفس الخطوات آآ بس للشقة الواحدة هنحسبه للشقة الواحدة وبعدين دي الشوء كلها لان تلت دوار في تلت شوء يبقى بتسعة شوء الاجمالي طب للشقة الواحدة هنحسبها ازاي؟ بنجيب الخطوات بتاعتنا القيمة السوقية المقدرة للشقة تمنمية الف بنضربها في ستين في المية عشان نحسب القيمة الرسمالية اللي هي آآ تطلع ربعمية وتمانين الف بعد كده بنجيب اجمال القيمة الايجارية اللي بتساوي القيمة الرسمالية في تلاتة في المية آآ هتطلع معيك اربعتاشر الف وربعمية نجيب صاف القيمة الايجارية اللي هي اربعتاشر ربعمية في تمانية وستين في المية تطلع معيك تسعة تلاف سبعمية اتنين وتسعين آآ نجيب وعاية ضريبة بعد كده اللي هو صاف القيمة الايجارية بعد الاعفاء تسعة تلاف سبعمية اتنين وتسعين ناقص الف ومئتين آآ جنيه اللي هو ده الاعفاء بيديك تمن تلاف خمسمية اتنين وتسعين. بعد كده نحسب الضريبة للشقة الواحدة الوعاء في الساعة. الوعاء احنا حسبينه تمن تلاف خمسمية اتنين وتسعين. في السعر عشرة في المية. ده نسبة سابتة. آآ هيطلع معاك تمن تلاف تسعومية تسعى آآ وخمسين واتنين من عشرة جنيه. ده للشقة الواحدة. طب للشقة كلها التسعة يبقى للشوق كلها بيتساوي آآ تمنمية تسعة وخمسين واتنان من عشرة في تسعة عدد الشوق يطلع سبعة تلاف سبعمية اتنين وتلاتين وتمانية من عشرة. وكده يبقى ايه? حلينا التمرين. طب ازا كان العقار مستخدم كمصنعة. اللي هي الحالة الرقم دي اللي نحسب ضريبة العقارية زي. بما انه هو مصنع يبقى اكيد مستخدم لاغراض غير السكن. زي الحالة اللي لسا مخلصينها. طب ايه الفرق بينه وبين اللي قابليه? هو نفس الخطوات الستة. مع تغيير بسيط ان الخطوة رقم واحد ما بيدكش في التمرين القيمة السوقية للمقدرة المصنع مباشرة. بتضطر تحسبها بحاجتين مضروبين في بعض. مساحة ارض المصنع بالمتر المربع. في القيمة السوقية المقدرة للمتر المربع عشان اديك القيمة السوقية للمصنع. دي اول خطوة. نمر اتنين بنمشي نفس الخطوات بقى. اللي هي القيمة الرأسمالية بيساوي السوقية في ستين في المية. والقيمة الايجارية آآ الاجمالية بتساوي القيمة الرأسمالية في تلاتة في المية. وبعد كده صاف القيمة الايجارية بيساوي اجمال القيمة الايجارية في تمانية وستين في المية. وبعد كده وعاء الوعاء بيساوي صاف القيمة الايجارية بعد الاعفاء هنا الف ومئتين جنيه. زي الحالة بتاع اللي سابقه على طول اللي احنا لسا مخلصينها. آآ نحسب بعد كده ضريبة اللي بتساوي الوعاء في السعر. السعر عندنا عشرة في المية. ناخد تمرين يمتلك احد الاشخاص مصنع بمدينة العاشر من رمضان. بلغت مساحة الارض الخاصة بذلك المصنع الفين وخمسمائة متر مربع. وبلغت القمة السوقية المقدرة المتر متين جنيه. المطلوب حساب الضريبة العقارية المقررة. نحل تمرين زي ده ازاي? بيقول لك نبتدي نطبق الخطوات بتاعتنا. هنجيب القمة السوقية للمصنع اللي بتساوي الفين وخمسمائة في متين. تطلع خمسمائة الف. نحسب القمة الرأسمالية اللي هي بتساوي القمة السوقية في ستين في المية. اللي هي خمسمائة الف في ستين في المية تطلع تلتمائة الف. بعد كده نحسب اجمال القمة الايجارية المقدرة اللي بتساوي القمة الرأسمالية في تلاتة في المية. اللي هي تلتمائة الف في تلاتة في المية. بتساوي تسعة ثلاث. بعد كده بنحسب صف القيمة الايجارية اللي بتساوي اجمال القيمة الايجارية في تمانية وستين في المية. يطلع معاك صف القيمة الايجارية ستة الاف مية وعشرين. آآ يبقى الوعاء آآ الضريبة اللي هو صف القيمة الايجارية بعد الاعفاء آآ اللي هو الف وماتين جنيه بتاع اربعة تلاف تسعمية وعشرين. يبقى ازا ان الضريبة العقارية على المصنع بتساوي الوعاء في السعر. يعني آآ اربعة تلاف تسعمية وعشرين وعاء الضريبة في سعر الضريبة عشرة في المية يطلع معاك ربعمية اتنين واتسين جنيه. طب ناخد تمرين بقى آآ بيقول لك تمرين اخر يمتلك احد الاشخاص شقة سكنية مستخدمة كمكتب محامية. وفي ضوء دراستك للضريبة على العقارات المبنية المطلوب بين المعاملة الضريبية في حالة ان يقوم السكال الشقة مثلا خمسة وعشرين الف او في حالة انها خمسين الف او ميت الف او متين الف. هنعمل ازاي هي هنا كمكتب محامية يبقى الاغراض غير السكن هنشوف ممكن نحل لها ازاي. بيقول لك الشقة مستخدمة كمكتب للمحامي هنبتدي آآ نعمل الجدول بتاعنا علشان دي اكتر من قيمة سوقية. وهم زي ما انت عارف ست خطوات. لو القيمة السوقية الفين وخمسة وعشرين الف جنيه. هتلاقيه ان هو معفي. آآ من الضريبة ازا كانت خمسين الف جنيه هيبقى معفي. بداية حساب الضريبة ميت الف جنيه هيبقى الضريبة آآ اتنين واربعة من عشرة. لو آآ اللقيمة السوقية آآ للمكتب المحامي ميتين الف هيبقى آآ الضريبة اخر عمود مية اربعة وعشرين وتمانية من عشرة. شكرا لحسن استماعكم وبالتوفيه ان شاء الله. موسيقى